بعد العفض والفاصل أعزائي المشاهدين ومعانا الشيف أمل والشيف حبيبة هيعملولنا النهاردة بيكاتب بالسمك الفليه ويعملولنا الحلوة ايه نهاردة تفضل يا شيف الحلوة ترايفل حبيبة ترايفل تفضل الحلوة ترايفل اهلا بيك يا شيف اهلا بس اهلا احنا نهاردة هنعمل سمك بسوس السيترون فيليه بسوس السيترون يعتبر صحي برضه طب كويس اه احنا انا عايزين نعرف بقى يا دكتور ايه فويدة السمك 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 طبعا فيه اوميجا سري طبعا بشكل عايدة مهم جدا في المناعة وانتي اوكسينت ومضادة الاكسادة طب نشوف المكالمة استاذة جنت ولا استاذة جنة علو علو يا استاذة جنة روحتي فين طب كامل يا دكتور فيه اوميجا سري وفيه طبعا زنك احنا بالوقتي في بروتوكول الكورونا اللي زنك موجود بيقوي جهاز المناعة جدا ومضادة الاكسادة وطبعا فيه كمية بروتين طبعا عالي جدا وطبعا فيتامين دال وفيه منرال طبعا كتير طب ممكن شوف سمامي دكتور ممكن شوف اعمل وانتي بتقولينا المقدير بسرعة المقدير نص كيلو سمك فليه اشر بياض او اروس او اي فليه انت تحبيه وهنجيب طبعا دقيق معلقتين دقيق ومعلقتين نشا ليه لان الفليه اللحمه بيبقى طري ما بيبقاش مسك نفسه فاحنا لازم نعفره بالدقيق وبالنشا علشان يمسك نفسه وميت نشا بيخليه جامد كلا شويه ما يدوبش في البكاتة في سوس البكاتة ايوه يا جنة علوه علوه ايوه يا جنة تفضلي سمايك ازاكم شوف حبيبك ازاكم شوف حبيبك ازاكم ايه الحمد لله كويس الاخبار الحمد لله عايز اغطي على حاجة؟ كنت عايز اتسأله ممكن طريقة دي تتعمل فاكهة تانية؟ ممكن دي تتعمل بألانات حاجات ستيلة تانية ممكن نعملها في القلاطة ممكن بدل الكيكة بتاعهم بكتر صح بيها حاجات ستيلة اه شكرا للمتر شكرا يا جنة متشكرين طب كملي يا شيف امر احنا بدنا لازم نتبله بالنشا والدقيق وكمون وفلفل وملح وشوية كهزبرة وبهارات سمك بهارات السمك دي انا بعملها عندي في البيت بقشرك جنبري لما يكون بقشرك جنبري ما برمهوش بحمصه في الفرن وبطحنه وحط عليه كل البهارات فانا اللي بعمل البهارات السمك دي يعني قشرك جنبري بنتبل بي السمك؟ اه بناخد قشرك جنبري ونحمصه في الفرن ولما يتحمص قوي بنسيبه يبرد وبعدين هو بيبقى مفيد بقى في الاكل جدا ومفيد جدا وبنتي تستعالي اولا انه قشرك جنبري قريدي مسكر اه تمام ده سر الطبخة بقى ايوا بنحط عليه بقى بقى البهارات احنا بقى كمون وكسبرة وجنزبيل جميل ده اللي انا عامل بيه دلوقت طبعا وزيت وزبدة نازم نحط زيت وزبدة احنا هنا حطينا زيت والزبدة يعني بنحمره في زيت وزبدة تمام؟ اه وعفرناه بالدقيق والنشا وكل التوابل اللي انا قلت عليها دي بهارات السمك و هنخليه احمد هو زيت وزبدة مش كتير يعني وحنا هنعمل هنا سوس سوس السيترون حاطين برضو في الجريلة اه اه دي بيكاتة اصلاها لحمة المفروض لحمة حمراء انا عارفة لحمة حمراء بس احنا هنخترع بقى سمك ده الجديد هنا في البرنامج انا بقى اللي اخترعت السمك طب يعني في بيكاتة سمك اهو تمام؟ ده الجديد عشان السنة الجديدة قلت عمل لكم حاجة جديدة ليا شيف زميلي الصوفي جولي هتعمل لي بيكاتة سمك قلت له مهنة لازم اخترع لازم اخترع امرأة من كوكب اخر امرأة من كوكب اخر حاجات مش موجودة قلت له لازم نصنف اللي اخترع الاكل ده كله كله اختراع فقلت له لازم يروح برضو ان يصنف السمك بس فهنجيله هنجيله وش كده يحمل واحنا هنعمل السوس السيترون اللي هو السوس البيكاتة في اله في واحدة كانت شايفت هتطلع معي عايز تعمل اكل فرعوني بس هنعمل اكل ايه؟ انا معرفش الاكل فرعوني اكل فرعوني معرفش كانوا بياكلوا ايه؟ الفرعوني كانوا بياكلوا ايه؟ الفرعوني كانوا بياكلوا الاعشاء بالاول وبعدين بقوا بياكلوا ايوه يتباحوا اه حاجات اللي هو نشووها على الفحم ايوه احنا حطينا تقوم طب حبيبة قولنا لنا الحلو وانتي بت يعني ايه برضو عادينا نعرف مقديل الحل هنعمل السايدة ايه المتوارب باقتنا كرولة و جلي وكيكا وكانك وكانك كريم جامتي اول حاجة احنا هقصع كيره احنا يجب في القيارة احنا نقلب سمك كتير إلا لما يبقى كرنش كده وياخد وش علشان الفينيه ما يتريش فإحنا خد الوش هول أولانية وبعدين هنحط المشروم السوس بتاعك كابرة عن مشروم وإيه؟ مشروم وكريمة لباني وحطينا الطوم الأول نعم الريحة بس كده ريحته تتلع وبعدين حطينا المشروم هنحط معلقة دقيق عشان تربط بس يبقى السوس تقيل شوية لما ريحته تتلع يعني هنحطنا السمك عسان يقرمش وهنحطه في السوس هيترى تاني لا احنا مش هنحطه في السوس بقى برافو عليه اه ما عسان كده بقى اقول لنوقت لا احنا مش هنحطه في السوس احنا هنطلعه على طول نحط السوس عليه بقى في الطبق وبعدين نحط عليه السوس بتاعه سوس منزر يعني مش منزر ما هيتشربه ده هيبقى سخن فهيتشربه اه وهياخد هياخد الطعم برضه تمام طب كملي حبيبة احنا بعدها خطينا الشيكة في الطبق خطتي اول طبقه بس اه بعدين بعد كده احنا هنكون عاملين جليد اه وهنقص الجليد هنا علشان يمسي في الشيكة كويه وعلشان نمسي في الشيكة كويه وعلشان نمسي في القرونة متفاجد تبقى طبعا لموشي بالشيكة دين اتكبلها بسكوت تستاجي الشيكة ممكن بالشيك عالي دي اكلة سريعة وزميلة انا اكلتي كلها للموظفين الحكومة الغلابة ايو اكلة صراحة يعني عادين يعاني في الشغل ومش بيتبخوا حاجة ممكن يعملوها قبل ما ينروحوا في الشغل اه بالضبط اه واختراع الصراحة يعني اثناثين اللمون وهنحط اللمون وهنحط اللمون نصت كباية لمون اللمون دا لازم مع السمك اه عشان السمك هي اصلا توت السيترون دن هو توت اللمون تمام بتحطي يا حبيب متحطيش حكا من وراي يا حبيب بتحطي فراولة لا تقولي بتحطي ايه فراولة متقطع اه احنا مش هنحط هنا ملح وفرسل ووكمون والحاجات دي علشان احنا حطيني نفس البهارات كلها مع السمك السمك علشان ما تبقاش الدنيا زيادة قوي بتعمل البهارات زيادة شوية لسه بدري ندولي هنحط اه زعتر اه زعتر فريش الزعتر بيعمل ريحة جميلة مع الاكل اه بيعليت تستحل مفيد طبعا دكتورة قولي لنا زعتر طبعا مفيد مفيد طبعا اه المشروع 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 مفيد جدا المشروع مفيد في فيتامين دي فيتامين دي حلو عشان فيروس كورونا جميل اه ومن الكاربوهيدريت اللي هي المفيدة الحلوة ده قولي دي استمت اصلا استوي الفيليه بيستويه بسرعة على فكرة بيستويه بسرعة هو مش محتاج وبعد ما اخد الكرانشي الطعم الكرانشي ده مش هنحطه تاني في البكاتة زي ما انت قلت علشان خاطر ايه لما يبرد شوية نصراك يبرد نحطه صح؟ يبرد شوية ده نحط عليه على طول عشان يشغب من بعضه اه المعديل عشاشة ايه يا جماعة العاية شوف المعبير باعاز يكتب المعبير هو اسماعيل بيكاتة سنك في ليب مقادير بيكاتة سنك في ليب بصص السترون حلو اكلة سريعة دمين انا احنا اخلت الكريم بقى انت حطتي فراولة بقى الكريم اشان انت اعطوه فراولة وحطت عليها طبا دي بتاني احنا اخلت الكريم بقى دمين بصي اكلة سريعة سريعة وجميلة لو تحس ان هي دسمة يعني الاكلة سريعة وتحس ان هي اكلة خدتها تكويل صح؟ اه دي تنفع كمان تدنيسيون متقطع بدل ما تطريع عليها اه مفيدة بيها دمين بيها بروتين بس ناك القطعة واحدة يا دكتور بدش يعني ناكي اه قطعتين مش مشكلة قطعتين عايزة يعني مش عارسة كنت هقولك ممكن من قطعتش كده كريمة اللي بتعملي بيها دي كريم شنطية حبيبة تقولك كريم شنطية بس حاسة ان هي غمقة شوية او ايه هونها ابيض هونها ابيض بس اظهر الازاز الازاز الغيمة بقى جميل دي بتحط في التلاجة طبعا اه عشان تجمد بقى مع بعض وتقطع طب اكل جميل قوي الصراحة يعني انت جاوعتين يا شيف احنا ان شاء الله السنة دي عايزين نخس بالزوء بالعافية لازم نخس يا دكتور طب انت قطلنا في النهاية الحال عموما اه لازم ارادة مش نمشي على الشهوة اكيد طبعا ارادة في حيات كتير انت مثلا في عزومة اه وقدمك الاكل البسبوسات والخنافة والقطايف تمام اه انت انا خلاص انا مش هاكل كوني عندك ارادة في كده لكن انت هتكلي هتلاقي نفسك هترجعي تاني فلازم تصممي على كده والقال لأسبوع تصممي على كده قال لي السكر اصبوع نقال للسكر اصبوع نقال للبيبسي اصبوع نقال للجانك فوت طبعا حاجات الوحشة جدا اه على اقل ايه يعني ايه بالتدريج حاجة تكون كده مش تسحبي مرة واحدة عشان ايه تتعويدي على الاكل الصحي جميل فعلا اكل جميلة جدا خلصي يا حبيبة ولسه هتعملي حاجة الوحش هتحط الفرع والاكيد دا ايه دا ايه رز ابيض مش على وحشه حاجة الحسن فيه على وحشه بيلمع كده لا ورز ابيض بس يعني انا بعمله بالزبدة برسة والسمنة لو عملت اي رز بالزبدة او بالسمنة لازم نحط معنا علاقتين زيت هم بيدوا اللمع دي اه تمام على وحش الروز نقوح نعمل رز اه لازم نحط معاها لان هعمله بزبدة او سمنة او ايه حاجة لازم نحط معنا علاقتين زيت بيدوا اللمع ويفنفلو شوية انا خلصت طبعا يا ابن حبيبة او سريعة سريعة والاكلة دا السماء السرعة يتعامل معا بقى كمان صلحة خضرة هي اوه طبعا السرعة دي كده واجبة كاملة يا دكتور بس طبعا السرعة بقى معين ايه المنرة تزول فيشتة والزول حاجات دي كلها كل موجودة معين او 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 كل حيك اه بس احنا بقى احنا ايه ده اول اختراع ايه انا اللي اختراعته اول اختراع هنا لازم ايه اختراع بيجونا الفنية بيكتب او بيكتب الفراخ برضو لها هي اساسها لحمة اوه احنا اختراعنا الفراخ الفراخ جميلة برضو زي الفريك كده ستفتيها يعني كدكوريا اوه انا اول حد انا لما شيفات زي مائلي بقولهم هعمل بيكتة سمد بيكتة سمد اختلفنا الصفلي بقى قلت لهم انا هاختراع بيكتة سمد عقص هقولك حاجة المطبخ ده اختراعا بالذبت مفيش اكل رسمي نمشي عليه هو اختراعا دكتور ممكن معنشة عشان الوقت خلاص بقى قوللنا الضايت اللي قولنا هنقوله في نهاية الحلقة طيب مفيش مشكلة الفطار نعرض الضايت داية النهاردة يا جماعة عشان مصابقتي اللي هنخس واغالبا يا فانديم بيكون فطارنا قبل الفطار مسلا بنص ساعة قولنا زي ما قلت نعبرياضة نحاول نقط حبل تلت ساعة على القل قبل الفطار ده بيزود معدل الحرقج زي ما قلت الأستاذ اللي كانت تكلم من شوية طبعا لازم يكون واجبتنا الفطار الأساسي يكون فيها بروتين يكون فيها بروتين ونسبة دهون شوية يعني بسيطة لو هنقول الفطار مثلا بيتكون طبعا قبل الفطار بنصر كوبية مية بقدرات لمون كده بسيط هنقول مثلا هنفطر مثلا لو هنقول اتنين بيضة معاها مثلا جبنة قريش مثلا شريحة جبنة قريش معاها مثلا توست تستاية ومعها طبعا طبق الصلطة اللي هو فيه طماطم خيار فلفل ده أساسي الصلطة ده الفطار بعد الفطار مثلا بنص ساعة جوانا شوية ناخد مثلا اي فروتس اي سمرت فكر الفراولة اللي حبيبة عاملها دي من الحاجات الهلسي جدا الفراولة لو كاننا منها عشر فراولات تتبقى كويسة جدا على فكرة ومترفعش سكر الدم الفراولة ده في السناك دكتور دلوقتي دلوقتي خلص مثلا عايزة اقول لكم جماعة قبل ما نهي انه فيش حاجة اسمعها ضايت في حاجة اسمعها اكل صحي يعيش حياتك بروتوكول حياتك تاكل اكل صحي ما تقولش انا ملتزم بضاية معين انت هتفشكله بعد شهر فبالش نلتزم بضاية نلتزم بالاكل الصحي فقط وكنوا من طيبة معي رزقناكم الى اللقاء عزيزين مشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر